وزي ما قلنا الحديث عن التغيرات المناخية لن يتوقف ويمكن السبب في ذا احنا عندنا في العالم كله تقريبا 206 دولة اجمال عدد الدول دي الدول المعترف بها من اعضاء الامم المتحدة بنكلم على 139 دولة ايما كان الرقم الخاص بعدد الدول الفعلي سواء كان 206 او 193 دولة لكن في حقيقة واحدة الحقيقة دي لن احنا كلنا شركاء في كوكب الارض وبالتالي قصة التغيرات المناخية وقضية التغيرات المناخية هي قضية دولية قضية اثرها عابر للحدود لان كلنا شركاء زي ما قلنا في هذا الكوكب وحلها مش مسئولية دولية او مسئولية حكومة لكن هو مسئولية مجتمعية مسئولية تجاه كل واحد فينا باعتبارها قضية وعي في المقام الاول علشان كده واحنا مقبلين على مؤتمر المناخ الحدث الدولي اللي بيجمع القاضة بيجمع المتخصصين بيجمع ايضا المجتمع المدني كان لازم لحنا نتعرف على المؤتمر وفعلياته اهدافه ازاي يكون فيه وعي لدى المواطن باهمية التكيف مع التغيرات المناخية وانعكسات هذه التغيرات على الكوكب بشكل عام وعلى الدول وايضا سلوكيات المواطن فيه وهو ده اللي احنا هنتعرف عليه بالتفصيل من خلال ضفنا اللي بنوارنا فيه للستوديو والاستاذ احمد شوقي العطار الصحفي والمتخصص في قضايا البيئة والمناخ صباح خير صباح خير سلو احمد عاوزين في البداية يمكن احنا دايما بنسمع مفاهيم كتير قوي في التغيرات المناخية بنتكلم على احتباس حراري بنتكلم على اذابة الجزء كبير من الجليد اللي بينعكس على ارتفاع منسوب المياه عاوزين نبسط هذه المفردات او هذه المصطلحات تحديدا للمواطن المصري بقى البسيط اللي بيتابعنا دلوقتي يعني ايه احتباس حراري يعني ايه تغير مناخ اه يعني هنحاول نبسط بقدر الامكان هو احنا بنقول ان تغير المناخ هو تغير في مجموعة من التغيرات فيما يخص انماط التقس اه هذه التغيرات ابرزها هو ارتفاع في متوسط درجة حرارة الارض نعم هذا الارتفاع سببه الاساسي ظاهرة الاحتباس الحراري هذه الظاهرة ببساطة جديدة احنا عندنا مجموعة من الغازات اللي بنسميها غازات الدفيئة هذه الغازات بتبقى عاملة زي الصوبة الزراعية حوالين كوخة بالارض عشان كده اسمها الدفيئة الدفيئة هي الصوبة في بعض الدول العربية الصوبة بتسمى بالدفيئة فهذه الغازات بتعمل زي سطح كده او زي غلاف غلاف عايزة حوالين الارض داخل الغلاف الجوي فبتمنع اشعة الشمس اللي الارض بتعكسها ليلا بتمنعها من الخروج وتحبس داخل الارض فبترفع درجة حرارة الارض هذا ما يسمى ببساطة جديدة جدا بالاحتباس الحراري طيب هذه الغازات موجودة بشكل طبيعي في الغلاف الجوي يعني ربنا خلقها للحفاظ على الارض توازن اه عند درجة حرارة مناسبة ان احنا نعرف نعيش على الارض بدونها هنبقى مينس 18 لا يمكن يبقى فيه حياة على الارض تجمد كده طيب ايه اللي حصل رغم انها ظاهرة طبيعية وهذه الغازات وجودها في الغلاف الجوي طبيعي اللي حصل انه في خلال المتين سنة الاخرانين منذ ظهور الوقود الاحفوري وبداية العصر الصناعي بقينا لما بنحرق الوقود الاحفوري بنصدر مجموعة من او كميات من غازات الاحتباس الحراري لغلاف الجوي فاصبحت التركيزات الطبيعية زادت عن المعدل الطبيعي فاصبحت قدرتها على حبس الحرارة اكبر فمن هنا بتغير المناخ بشكل سريع عن ما قبل المتين سنة اللي فاته الواتيرة اصبحت اسرعة جدا فزدنا واحد واحد من عشرة درجة مقوية كمتوسط درجة حرارة الارض زادت واحد واحد من عشرة درجة مقوية من الف وتسعمية من الفترة اللي قدرنا نرصد منها يعني لحد هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها طبعا فيه ناس برضو ممكن تشوف ان واحد واحد من عشرة دي درجة يعني ده رقم بسيط ماستحقش كل هذا الكلام لو دينا مثال بدرجة حرارة جسم الانسان لما بتبقى عند معدل معين بدل سبعة وثلاثين للابتلاثين وثلاثين ونص بيبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة ووظائف الجسم بيبقى فيها خلل بالظبط خلل في وظائف الجسم متقدرش تتعايش نفس الكلام تقريبا بيحصل ليه الكوكب فكمان متوقع ان درجة الحرارة هتزيد عن واحد واحد من عشرة المحاولات الان ان احنا نحد من هذا الارتفاع عند واحد ونص درجة مقوية وفق التزام اتفاقية باريس اللي هي بتدير العمل المناخي الآن واللي من خلالها هتحدث المفاوضات في كوب 27 في شرم الشيخ طيب بذكر اتفاقية الاطراف في باريس 2015 تحديدا في عدد من الدول وقعت على هذه الاتفاقية لكنها لم تعمل على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية المختلف في اتفاقية باريس وكوب 27 هو طبعا اي اتفاقية التوقيع بيختلف عن التصديق التوقيع على اتفاقية وقبلها معناها ان انا قابل هذا الكلام او انا موافق عليه لكن التصديق انا هنا ملتزم بفعل اه بكل ما تنص عليه هذه الاتفاقية فهناك بعض الدول يعني لم تصدق حتى الان احنا بنكلم في حد 196 دولة اللي صدقت على اتفاقية باريس اللي وقعت او لا اللي صدقت على الاتفاقية 196 تصدقوا على اتفاقية الاتفاقية الايطارية اللي هي اتفاقية الامة المتحدة 198 دولة ففي عندنا دولتين فرق ما بين الاتفاقية الايطارية وما بين اتفاقية باريس لكن بشكل عام البنود اللي موجودة في اتفاقية باريس هي مش يعني ما فيه يعني ما تقدرش تكبرهم على الالتزام بها هو التزام يعني زي ما نقول التزام انساني اكتر منه قانوني يعني ما فيش وقوبة تقدر توقعها على دولة لم تلتزم ببنود اتفاقية باريس نعم وتحديدا في ظل الثورة الصناعية يمكن حدك ذكرت ان السبب الرئيسي لتزايد هذه الانبعاثات كان الثورة الصناعية احنا النهاردة بنتكلم على الثورة الصناعية الخامسة فاعتقد ان وطيرة التطور التكنولوجي كانت سبب ايضا لوطيرة السرعة الخاصة بالتغيرات المناخية وهنا خلينا نقول ان هي مسئولية مشتركة ليست مسئولية قادة ليست مسئولية حكومات بل وليست مسئولية ايضا مجتمع مدني وحده يعني كل هؤلاء وحدهم او كل هؤلاء بشكل منفرد لا يستطيع ان يغيروا شيء من او يقللوا من وطيرة هذه التغيرات المناخية تحديدا وهنا نروح ليه المواطن لان اكيد المواطن عليه دور عاوزين في البداية بس ندي نوع من انواع التوعية للمواطن وهنا نتكلم على المواطن المصري تحديدا وايضا المواطن العربي لان صباح خير بيكون ليه جمهور عربي متابع ليه يعني عاوزين نعرف ازاي التصرفات اليومية اللي ممكن يقوم بيها المواطن في الشارع قد تدعكس سلبا على اجيال قادمة هو يعني زي ما حارتك قلت وتفضلت القضية قضيتنا جميعا افراد وكينات ومؤسسات وحكومات وكلنا مشاركين في هذا العمل لكن طبعا احنا لينا دور مهم جدا كافراد في مسألة التخفيف تخفيف الامبعاثات لينا دور طبعا ملموس خلينا نقول مثلا على سبيل المثال احنا عندنا امبعاثات عالية جدا بيبقى مصدرها وسائل النقل والسيارات الخاصة مثلا مثلا فكرة استخدام الدرجات او استخدام وسائل النقل العامة في يعني في اقل شيء ان انا استخدم وسائل النقل العامة ده بيوفر كتير من الامبعاثات وده اللي ابتدت تشتغل عليه كتير دول اوروبا انها بتحاول تدعم فكرة استخدام وسائل النقل العام والناس تركن عربياتها وتركب اما العجل او تركب وسائل النقل العام يعني بعض الامور طبعا فيه حاجات كتير يعني فيه امور كتير تقليل حتى استهلاك واعتقد ان مصر خادت خطوات صباقة في هذا الاتجاه تحديدا سواء كان مونوريل عندنا عندنا القطار الكهرباء الخفيف في الارتي عندنا القطار الكهرباء السريع كلها دي يعني وسائل النقل الجامعية بتعمل بيه الكهرباء وايضا مبادرات الخاصة بيه الاحلال للسيارات التي تعمل بيه الوقود البنزين بالغاز الطبيعي بالغاز الطبيعي بجانب المبادرات الخاصة بيستخدام الدراجات كان فيه مبادرة عظيمة بتاعة تخص الدراجات برضو كانت من قريب بدأت درجات تشاركية دي برضو مهمة جدا مهمة جدا في القاهرة كمان تحديدا فكرة تنوع وسائل النقل العامة وانها تكون اكثر تطورا واكثر حداسة واكثر قدرة على التحمل اعداد كبيرة من المستهلكين فده امر مهم جدا اعتقد ان احنا ماشيون فيه بشكل كويس اوي والدور على ثقافة الناس بقى يعني الناس بقى عندها وعي انها يعني ممكن تركن عربيتها وتركب احنا عندنا عدد كبير جدا برضو من العربيات بس برضو خليني اقول ان مصر مشكلتها مش في الامبعاثات احنا احنا امبعاثاتنا مش كبيرة احنا بنتكلم في 6 من 10% من اجمال الامبعاثات العالمية فاحنا امبعاثاتنا مش كبيرة ورغم ذلك هتلاقي فيه مشروعات وفيه مبادرات مهمة جدا للتحول للطاقة المستدامة زي مشروع بنبان وزي مشاريع الطاقة الشمسية رغم ان احنا مش يعني مش مساهمين بشكل كبير في مسألة الامبعاثات لكن مع ذلك شاكلين في مسألة اه 6 من 10% تقريبا لكن التأثير بيمتد لكل الدولة التأثير بقى بيمتد ما احنا بنقول هنا فكرة ومن هنا ظهرت فكرة قضية الخسار والاضرار ودي قضية هتكون على رأس اجندة كوب 27 قضية الخسار والاضرار باختصار شديد فيه دول كبرى طول المتين سنة اللي فاتوا استخدموا الوقود الاحفوري ونهضوا باقتصاداتهم وعملوا تنمية لدولهم على حساب الكوكب وكانوا هم المساهمين التاريخيين في هذه الانبعاثات وفي دول اخرى في الجنوب العالمي تحديدا يعني في جنوب العالم في جنوب الكورة من الحب جانب سواء التضرر بالزبط هؤلاء او هذه الدول وكمان هتكون الاكثر عرضة بأثار تغير المناخ رغم انها لم تساهم فيه صحيح ان هنا ظهرت فكرة الظلم المناخي والعدالة المناخية وظهرت قضية الخسار والاضرار لو حراجت تبعنا طبعا اللي حصل في باكستان فمن هنا يعني مشهد زي اللي حصل في باكستان مين اللي يتحمل هذه الخسائر هنا بقى هتبقى المعركة اللي حصلة بقالها اكتر من تابع على الشاشة دلوقتي حرائق الغابات اللي حصلت بسبب ارتفاع درجات الحرارة ويمكن شفنا رؤى العين ايضا فكرة ايضا الالهار التي جفت مثل ما حدث في لندن وغيرها من الانهار اللي كانت سبب رئيسه المانيا اللي كانت سبب رئيسي فيه نهضة حقيقية لهذه البلاد بالضبط طيب خليني اسأل حضرتك اهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 متخصص بقى في مجال البيئة تحديدا لا طبعا هم نتكلم عن اهم مؤتمر في العالم في الخمسين سنة اللي فاتوا والخمسين سنة اللي جايين يعني لم يكن ابعد كمان من كوب هو اهم مؤتمر هو اهم ما يشغل العالم الان نتكلم عن مصير البشرية كلها مصير الارض نعم بلا استثناء في وقت فارق طبعا طبعا ما فيش اهم من كده هنضيف على ده كمان اهمية كوب 27 نفسه في توقيته وفي الاهداف ما هو مطلوب من كوب 27 او مفاوضات كوب 27 هو بيعقد في وضع جيوسياسي معقد وصعب ازمات عالمية في الطاقة وفي الغذاء صحيح حرب روسية ووكرانية وقبلها ازمة كوفيد وازمة في امدادات السلاسل العالمية كل هذه الامور مرتبطة بشكل كبير بتغير المناخ سواء بتأثر عليه او بيأثر عليها وفي نفس الوقت هتكون مؤسرة كمان في المفاوضات صحيح كمان عندنا مجموعة من الاطراف اللي هتتفاوض الدول اللي هتتفاوض فيه اصبح فيه توتر في العلاقات بعد مسألة الحرب الروسية الاوكرانية فهذا التوتر بالتأكيد هيكون يعني منعكس على المشهد وعشان كده بدأت الدبلوماسية المصرية من قبل المؤتمر بفترة بدأت تحاول تمتص هذا التوتر بدأت تحاول تمتص هذا التوتر واعتقد اني هننجح بشكل كبير في اننا نعدي بالمفاوضات لمرحلة جيدة يعني طيب ايه معنى ان كوب 27 هيكون مؤتمر تنفيذي وليس مؤتمر تعهدي؟ عشان احنا يعني تعهدنا كتير يعني طول المؤتمرات اللي فاتت او طول الفترات اللي فاتت كان فيه دايما تعهدات لكن كان وقت التنفيذ ما بيحصلش هندي مثال بحاجة واحدة في 2009 التزمت الدول الغنية في قمة كوبنهاجن كان كوب 15 تقريبا التزمت بان هي هتدفع 100 مليار دولار سنويا لتمويل المشروعات المناخية فيما يخص التكييف والتقفيف للدول النمية هذا الرقم كان المفروض بحلول 2020 تبدأ تدفع هذا المبلغ حتى هذه اللحظة لم يتم الالتزام بهذا التعهد طيب فيه ضغط كبير من الأمم المتحدة وضغط كبير من الدول النمية ان يتم الوفاء بهذا الالتزام لكن هناك دايما ممطلة وتهرب من الدول الغنية صحيح فمثلا في كوب 27 فيه احد اهدافنا هو ان يتم تنفيذ هذا البند او كل البنود المطروحة بما فيهم هذا البند الخاص بالتمويل نحن نبدأ فيه ناخد مواعيد محددة وفورية لمسألة دفع هذه التمويلات نعم فهو احنا رفعنا شعار التنفيذ في هذا المؤتمر على اساس ان كل الامور العالقة خاصة بالتمويل خاصة بالتكييف خاصة بالقضية الخسار والاضرار اللي تكلمنا عنها صحيح كل هذه الامور لابد ان نتخذ فيها موقف فوري والاطراف تنفذ تعهدات نعم يعني اذا نحن امام نسخة من كوب 27 هذه النسخة هي يعني نستطيع ان نقول تنفيذ وليس تعهدات بالذكر وان كان هناك ايضا لابد ان يكون تعهدات فسوف تكون تعهدات غير مكحفة حتى يستطيع الدول التي تصدق وتوقع على هذه التعهدات ان تلتزم بها من اجل الوصول لهدف واحد فقط وهو الحفاظ على درجة حرارة المناخ يعني لا تزيد عن واحد ونصف درجة موية سيد احمد شوقي بنشكر حضرناكي فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر ناورتين افت